المعالجة بالتدليك مقدمة تستطيع المعالجة بالتدليك تحقيق الشفاء من السرطان اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة لا تستطيع المعالجة بالتدليك تحقيق شفاء المريض من السرطان ويجب على مرضى السرطان الذين يريدون المعالج بالتدليك استشارة الطبيب اولا يستطيع التدليك ان يخفف الم الظهر دائما اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة لا يحصل جميع الناس على الفوائد نفسها من التدليك لا يستطيع الاشخاص المصابون بمرض قلبي الاستفادة من المعالجة بالتدليك اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة ينبغي على الاشخاص المصابين بمرض قلبي استشارة الطبيب اولا فقد يكون اجراء المعالج بالتدليك مسموحا لبعض هؤلاء المرضى لماذا يسعى الناس الى التدليك عادة اختر احدى الاجابات التالية اولا للاسترخاء والتخفيف من توتر العضلات ثانيا لمقاومة الامراض المعدية الحادة ثالثا لمعالجة الالم الشديد اجابة صحيحة يسحى معظم الناس للتدليك من اجل الاسترخاء والتخلص من تشنج العضلات والمها المعالجة بالتدليك امنة على وجه العموم اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة المعالجة بالتدليك امنة جدا لا يستطيع المعالج بالتدليك ان يشخص الحالات الطبية اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة ان المعالجة بالتدليك غير مسموح له بتشخيص الحالات الطبية او وصفي الادوية من الطبيعي ان يقوم المعالج بتدليك عضلات اليتي المريض في اثناء المعالجة بالتدليك اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة يراجع كثير من المرضى مراكز التدليك من اجل الم الظهر ان عضلات الاليتين هي اكبر العضلات في جسم الانسان وهي تدعم الظهر وتسنده ان تدليك هذه العضلات يمكن ان يساعد على تخفيف توتر العضلات المرتبط بالمي اسفل الظهر ولكن بعض الناس لا يرتاحون لذلك وقد يطلبون من المعالج عدم تمسيل او تدليك عضلات الاليتين من المستحسن ان يتناول المريض كمية كبيرة من الماء بعد جلسة التدليك اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة يبدو ان الماء يساعد على تنظيف العضلات من السموم شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين